بينما يدفع أهله مجبرين على مغادرته ويحرم آلاف النازحين منهم من الحصول على أوراقهم الثبوتية ويصطف شبابه في طوابير العاطلين عن العمل يستوطنه عشرات آلاف المهاجرين سنوياً بناء على أسباب طائفية وعرقية العراق الذي يشهد حالة تغيير ديمغرافي مستمرة منذ عشرين عاماً شهد منذ بداية عام 2003 توطين أكثر من 365 ألف مهاجر يشكل الإيرانيون والأفغانيون الغالبية العظمى منهم ضمن استراتيجية ديمغرافية تقودها أحزاب متنفذة في حكومة الإطار التنسيقي ومراجع طائفية تحث على هجرة فئات من بعض الدول للتوطين في العراق ووفقاً لدراسة استقصائية شاملة أجرتها مجلة سي اي او وورد الأمريكية في شهر آب عام 2023 كانت هناك زيادة كبيرة في هجرة جنسيات معينة إلى العراق لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات في عام 2023 وإذا كان المهاجرون يتوقون الوصول إلى دول العالم المستقرة اقتصادياً وسياسياً من أجل الاستقرار الاجتماعي والعمل فإن الهجرة إلى العراق تمثل استراتيجية ديمغرافية لتغيير التركيب السكانية واستقطاب فئات محددة من الإيرانيين والأفغان وفقاً لهويتهم الطائفية إضافة إلى الإيرانيين والأفغان كشفت مصادر مطالعة أن هجرة اللبنانيين إلى العراق تضاعفت في الأونة الأخيرة في ظل مشروع سياسي طائفي تقوم به ميليشيا حزب الله اللبناني بالتنسيق مع كبار القياديين في ميليشيا الحشد ويحذر مراقبون من خطورة هذه الهجرات على التركيبة السكانية وزيادة مشاكل الإسكان والمعضلات الاقتصادية لكن أكبر خطر لهذه الهجرات قيامها على أساس طائفي ولها أهداف بعيدة ترمي إلى توطينهم في مناطق المهجرين من محيط بغداد وجرف الصخر والعويسات وغيرها من المناطق التي هجر أهلها منها ويمنعون من العودة إليها